أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان السماء رفعها وضع الميزان ألا تتغف الميزان وأقير الوزن بالنصف ولا تكسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاجهات ومن نخل ذات الأجمام والحب بالعصف والقيحان فبأي آلاء ربكما تجذبان خلق الإنسان من المال من المال من المال فبأي آلاء ربكما تجذبان رب المشرقين ورب المغربان فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج المحرين يلتقيان بينهما برسق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما الول والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواري من شاء في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من كل من عليها فارغ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والمكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأل من في السماوات والحرب ليرينه وفي شاء فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر يا معشر الجن والإنسين استطعتم أن تنفذوا أن تنفذوا من أغطار السماوات والأرض فلنفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما من نار ولحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشطت السماء فكانت غطة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا نسأل عن ذمته إن سم ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسلطان فنخذ بالناص والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتنفون بينها وبين حم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربي جنتا فبأي آلاء ربكما تكذبان ثواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما عينا تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما من كل فاكهة أن سوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فنش فطائن من استبرق وجن الجن جن تيدان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمث من الناس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن أن هن اليابت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن تكذبان ومن ربكما تكذبان أد هممتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن عين ومن طاقتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيما فاكهة ونخلو نخوى رهنان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان حور مقصورات من في الخيام فبأي آلاء ربك ما تكذبان لم يطمثن إنسا قبلا ولا جان فبأي آلاء ربك ما تكذبان متكئين على رحرف خضر وعبقر إنسان فبأي آلاء ربك ما تكذبان تبارك سن رسبك في جلال والإكرام فبأي آلاء ربك ما تكذبان